أهلا بكم في حلقة جديدة بعنوان المقاومة الإسلامية في عبائة الإسلام برحب بكم النهاردة وعندي لكم حلقة فيها معلومات كتيرة محتاجة إنكم تفتحوا قلبكم وعالوكم كده معايا ونسمع من ربنا سوا حنناقش في الحلقة دي المقاومة الإسلامية وأنواعها وآثرها يعني على النهاردة وعبر التاريخ زي القعدة وداعش والإخوان المسلمين وحماس وحزب الله وجماعات كتيرة يعني زي الجماعة الإسلامية مثلا كل هذه الجماعات أسمائها يعني مرتبطة ارتباط مباشر بالفكر الإسلامي التعليم الإسلامي الأهداف الإسلامية وتغطي بهذه العباءة الإسلامية أهداف إرهابية استعمارية أينما وجدوا من أيام الغزو الإسلامي في بدايات الإسلام إلى اليوم النهاردة عندنا يعني أهداف هذه الجماعات تدار تقول عليها استعمارية إحنا دايما نسمع كده إنه المسلمين بيحربوا الاستعمار في هذا المكان أو يعني الاعتداء إسرائيل على الأرض اعتداء إنجلترا على الأرض كان فيه مثلا فيه أوقات كان فيها إنجلترا مستعمرة بلاد فرنسا بلاد كل الكلام ده كان موجود لكن هل ده النهاردة ينطبق على خطط هذه الجماعات أم إن المسألة أكبر بكتير هحطوا قدامكم النهاردة معلومات أهمة وإنتوا تفكروا وتصلوا ونشوف ربنا رشادكم لكن دلوقتي عايزاكوا توقفوا لحظة واحدة معايا تتأكدوا فيها إنكم مشتركين في القناة على اليوتيوب والفيسبوك وتشاركوا الحلقة مع آخرين عندي ليكم دعوة للكل النهاردة وخاصة العابرين كل المؤمنين الكنائس عرب وأمريكان حيكونوا أو غربيين عموما بكل بلغات كثيرة جدا حيكونوا مشتركين معانا يوم 18 نوفمبر وهو يوم الصلاة العالمي من أجل العابرين فأنا بتعوكم إنكم تشتركوا معانا في اليوم ده وإنكم تحضروا معانا السنة دي حيكون معانا ضيوف رائعين جدا في بث مباشر لمدة ساعتين وصلة 24 ساعة مع شهادات مع حلقات هامة تقدروا تشوفوها طول اليوم وصلها من أجلكم وموضوع السنة دي بقى هو موضوع مهم جدا وموضوع هو موضوع الاضطهاد في حياة العابرين اتأكدوا من المشاركة على mbbglobal.net وحضركم اليوم ده هيكون هام جدا وانتقدروا تكتبوا لنا على فكرة على الويب سايت ده تلبط صلواتكم، قصصكم، شهاداتكم، مشاكلكم ايه نوع الاضطهاد اللي انت وانت تعرضته لي علشان في النهاية احنا بنصلي من أجلكم ورسالتنا لكل عابر وعابرة ان انت وانت مش لوحدك خليني ارجع بقى لموضوع حلقتنا النهاردة وهو المقاومة في عباءة الاسلام انا حديكوا يعني بصيت على كذا معنا للمقاومة حديكوا 3-4 معاني من الحاجات اللي انا يعني اخترت اني شايفها عامة او مهمة لكن خليني اشاركهم معاكم ولو حد عنده تعريف تاني للمقاومة اكتبهولي في يعني مقال مكتوب عن معنى المقاومة فبيقول كده ان تعريف المقاومة مازال محل خلاف اصطلاحي فقهي دي اول جملة يعني هما اصطلاح مقاومة ده لسه هما يعني مش عارفين ازاي يركبوه على الفكر الاسلامي فلازم يروح حاطط ورا فقهي والسؤال ليه فقهي هي السياسة ولا دين انت بتقاوم ايه انت بتقاوم ناس عشان دينهم مثلا ولا عشان محتلينك ولا عشان عندك مشكلة اجتماعية معاهم ولا ايه انت من تقاوم وماذا ولماذا كل هذا يا هذا يعني بس يعني السؤال مهم انت بتقاوم ماذا وبعدين يقولك بقى كده عندما تحاول ان تجد المعاني للكلميات باللغة العربية دائما ما ستجد اضافة دينية وده حقيقي لانه يعني عموما كل اللغة العربية اتحورت بسبب القرآن وبسبب ان هم عايزين يلزقوها للقرآن والاسلام فيروحوا حتى يضيفوا لك آيات قرآنية التعريفات العلمية واللغوية يعني ما فيهاش كده في اي لغة تانية خالص التعريف اما تيجي تعرف كلمة يروح ميدي لك معنى الكلمة مشتقاتها تركب يدي لك جملة منها لكن هنا بالعربي لازم تروح حاطط فيها قرآن you know مثلا لو سألت تبا يروح تبا يده أبي لها بنوان لازم قرآن فده بيحور معاني الكلمات ويربط الفكر القرآني بكل حاجة في اللغة العربية وهو مش يعني ما هواش لازم فلما تيجي لمسألة زي كلمة زي كلمة المقاومة دي فانت بتربط الفكر الإسلامي على طول ان المقاومة دي إسلامية على طول وده اللي بيقوله كاتب هذا المقال ونكمل التعريف بيقول كده لذا ليس هناك اتفاق زاء تعريف المقاومة فيطلق فيطلق عليه البعض الجوريلاز اللي هي الميلتنت اللي هم المحاربين فالبعض يقولك إن المقاومة دول دول المحاربين فيقولوا عليهم جوريلاز نحن حتى بيقولوها بالعربي يقولك الجوريلاز والبعض الآخر يقول إنها حركة مقاومة المصطلح الأول بيطلق على جماعات المقاومة السرية اللي بيقودها المدنيين المقاومين يعني الجوريلاز دول مدنيين ودي مشكلة في حد ذاتها أنت أولاً أنت بتقاوم مين وبتحارب مين علشان كده تلاقي في الشرق الأوسط ومثلاً أفريقيا بالتحديد أما تيجي تبص كده على كل الحروب والمنظبات الإرهابية وبوكو حرام وده وده هتلاقي إنه دول كلهم مدنيين لبسين لبس محاربين وبيقتلوا في الناس وبيدبحوا في الناس والهدف إنه هما منظمة إسلامية محاربة فدي مشكلة أنت سامح للناس دي إنها تقتل بإسم الدين وبتقول عليهم مقاومة يعني حماس هماش بس مقاومة دول بقى الاتنين يعني مقاومة والجوريلاز مع بعض فإيه الفرق مش عارفة هما بيقتلوا في الناس وخلاص بيقول كده أول الدلالة على طواقف المقاتلين من السوار يعني الجوريلاز دول يا إما بيكونوا المدنيين المقاومين للاحتلال أو طواقف المقاتلين من السوار فيعني لما تسمع كده لازم تبقى على طول يجي في عينك حماس زي ما نقولت فيه جماعات بعينها يعني متفصل لهم الكلام ده اللي هي حماس وحزب الله يعني بالتأكيد اللي اتنين دول يمثلوا يجسدوا ده بالكامل لأنهم عايزين يبقوا حكومة وبرضو في نفس الوقت عايزين يبقوا مقاومين وشهداء ويجندوا ناس والكلام ده كله وطبعا يجند ويبعت الناس تفرق على وحدها لكن مش منه يعني مش ولاده مثلا مثلا يعني يعني ولاد هنية لسا عايشين كله حتى اللي قالوا عليهم تقاتلوا في غارة بيقولوا انهم لسا عايشين لكن محدش منهم رح يفجر نفسه مثلا يعني ولاد السنوار لسا عايشين ربنا يديهم حياة وحياة في المسيح كمان اوكي نكمل يقولك اما ما يتعلق بالوصف التاني فقد استخدم من قبل العديد من الفقهاء بمعنى المقاومة التي تقوم بها قوات تابعة او ملحقة بالقوات النظامية في حروب التحرير سؤال ايه هي الاراضي المحتلة اللي فيها مقاومة ايه هي انت هتقول فلسطين مين المحتل هتقول لي اليهود انا عايز اقول حاجة وحقولها بمنتهى الحساسية وعايزكم تفكروا فيها عقلانيا مش اسلاميا لان حتى المنطق الاسلامي في ان الارض لفلسطينيين وان الفلسطينيين دول لازم يحربوا اليهود وانه من النهر للبحر والكلام ده كله اولا مش الكل مقتنع به وده سبب كراهية الاسلام لليهود بشكل مباشر بس مش لانه في حق مختلف في الارض لازم نعدل افكارنا هل في نزاع على الارض نعم لكن هل اليهود سكان هذه الارض ليهم تاريخ فيها نعم يعني نبقى بنتحك على انفسنا لو قلنا ان شعب اسرائيل مالوش تاريخ في الارض دي الارض كلها هما كانوا عايشين فيها بس مش هما لوحدهم هما واجناس كتيرة من البشر يعني النهاردة يعني عارفة انه مصر حدودها مع حدود اسرائيل يعني الارض ده جزء من مثلا لما اخدوا سينة ولا يدخلوا هنا شوية ولا احنا ندخل هناك شوية لكن ما بسطت كده في التاريخ لانه لقيت ان المصريين كانوا عايشين في الارض دي برضو يقوم المصريين يروحوا يتخنقوا مع اسرائيل ويقول لهم الارض كلها بتاعتنا من النهر للبحر لا لا وبعدين ليهم حق تاريخي وكتابي لا ينكر قصتهم في الارض كلها نعم الفلسطينيين اين كانت اصولهم عربية يعني يهودية اين كانت اصولهم برضو هم اهل الارض موجودين في الارض الارض دي تسمت اليهودية ليه زي الجزيرة العربية تسمت الجزيرة العربية ليه لان دي فيها اليهود ودي فيها العرب لكن العرب اللي موجودين في الارض ليهم ليهم حق في الارض ليهم حق في الارض بس العرب واليهود عاشوا معا في القرن الماضي نعم في القرون الماضية مش القرن الماضي الوحد عاشوا مع بعض اه عاشوا مع بعض احنا عندنا مش بس الصور احنا عندنا فيديوهات من 1800 وحاجة يمكن هتلاقي فيها اليهودي والعربي وأجناس تانية ماشيين مع بعض وتلاقي فيه ناس كده شكلهم أترك شوية الأرض دي راح وجي عليها ياما ناس كتير لكن الإسلام هو اللي حط العصبية بين الناس وهو اللي حط الشكل بتاع الملكية لأنه أنا ومن بعد الطفان الإسلام يسود ما فيش دين عند الله إلا دين الإسلام دي المشكلة دي العقدة ده اللي عقد الناس هل في خلافات؟ آه في خلافات هل ممكن تحلل خلافات؟ آه ممكن تحلل خلافات عشان عيالنا بتموت كل يوم خليني افتكر واحد من المتصلين اللي سألني عن المقاومة الشعبية في مصر ضد الإنجليز وقال لي يعني انت بش شايفة ان دي مقاومة زي حماس بتحارب ضد إسرائيل عشان دي مقاومة وإسرائيل معتادية أوكي ويقولك ان دي مقاومة مشروعة أوكي الحرب مصر والمقاومة الشعبية اللي كانت في مصر ضد الإنجليز كانت مقاومة مشروعة لأنها كانت بتقاوم جيش واخد البلد ومحتل البلد وخيراتها ومش من حقه فحربوه بس حربوه جنب الجيش الشعب انضم للجيش ساعد الجيش زي كده ما كان في المغرب العربي مثلا وليبيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وكده كان كل الناس الشعب يلتحق بالجيش أو القوات النظامية ويساعد ويحارب معاهم ولما الحرب أو يساهل لهم الاحتياجات اللي هما محتاجينها لما الحرب تنتهي كل الأدوار دي بتنتهي مش عندنا مسلحين قاعدين يحفروا خنادق في الأرض ويحوشوا أسلحة وقنابل والناس تموت ويفجروا المرفق ويفجروا ده ويفجروا ده واللي مش عايزينه يقتلوه ويجبروا الناس على أنهم يبقوا سواصايد بامرز وكلام ده كله كل هذه المهازل من الجماعات الإسلامية المتطرفة الإرهابية مش عامة الناس المقاومة تبقى مقاومة لفترة وتخلص زي ما حصل في الحروب العالمية الأولى والتانية مثلاً ما كانت الحروب جوه اللي في ألمانيا واللي جوه إنجلترا واللي جوه فرنسا والكلام ده كله كان الشعب بيلتحق بالجيش أو يساعد الجيش من برة وهكذا خلص الدور خلص الدور لكن احنا عايشين حرب مستمرة العربي واليهودي اللي اتنين في أرض واحدة وعملين كده زي ولاد عم وارسين بيت من أبهاتهم اللي اتنين وعملين يتخنقوا عليه واحد عايز الأسانسور والتاني يقول له السلم بتاعي لا خد انت الأسانسور أنا ادخل من الباب انت تدخل من الباب الوراني أنا عايز الناحية اليمين وأنا عايز الناحية الشمال بيتخنقوا خلاص لكن البيت بيت الاتنين ويقدروا يعيشوا هما الاتنين ويقدروا يجدوا حلولهم الاتنين أرجع بقى لفكرة المقاومة عشان نعرف ان الكلام ده مش هيعجبكم فيه يعني فيه أنواع من المقاومة بتبقى مقاومة سلمية يعني زي مثلا غاندي في الهند مثلا أما عمل مقاومة ضد الانجليز مقاومة سلمية يعني ليه ده مش ممكن يحصل عندنا لازم المقاومة يبقى فيها دبح وقتل وقتل أبرياء واعتداءات وطفان الأقصى والكلام ده كله ونطلع بقى بره في الغرب ندبح الناس ونعمل ستابن ونرمي أحمد حرقه على الناس ليه يعني عشان مثلا الأمريكان بيعددوا إسرائيل يقوم نطلع نعمل بقى حروب هناك ونقتلهم مع أن دول مثلا ما يعرفوش إسرائيل فين أصلا مثلا اللي أنتوا قتلتون في الشارع دول ما يعرفوش إسرائيل فين الأطفال اللي تقتلوا في في انجلترا بتوع ساوث بارك دلوقتي اتضح فعلا أن الحكومة خبت أن القاتل ليه علاقة بالقعدة ومسلم إرهابي ما حدش بيعمل كده إلا اللي متربي على الغل ده اللي عنده أهداف للتدمير وده ده شغل الشيطان مش شغل اللي ناس عايزة تعيش وتبني حياة يعني الواحد أنت عندك عيال مثلا بتشتغل وتتهد عشان تربي العيال وبعدين تقول أجوز البنت والبنت تجيب عيال ويبقى عندك أحفاد وأجوز الولد والولد يجيب عيال برضو العيال يلعبوا مع بعض ونبقى عندنا ناس في الأعياد فرحانين ببعض ونزور بعض فين كل ده بقى قدام الخناقات اللي عملا تحصل دي اللي بتاخد منك بقى حلمك بولادك وشغلك والبيت اللي قاعدت تربي سمعتوا قد إيه ناس من غزة عملا تقول البيت اللي بقى لي مش عارف كم سنة بابني فيه عشان أجوز العيال راح هتقول لي غلطة إسرائيل مش كده ولا غلطة الناس اللي قاعدوا هم محموا نفسهم وقاعدوا يومين تلاتة زي السنوار وامراته وولاده كده وهم واخدين أغلى حاجة عندهم ودخلين تحت السرديب وسبوكنتوا بقى تاكلوا الدار بفوق اللي خد ولادك مش إسرائيل اللي خد ولادك العمل الاعتداء ده شيل اسم إسرائيل وحط أي حاجة تانية لأنك هتشوف دلوقتي الهدف مش إسرائيل لوحدها الهدف الإسلامي الأكبر هنشوف اكي ارجع بقى تاني لبعض التعريفات يقولك المعنى المفضل يعني عند اللي بيقولوا على أنفسهم مقاومة ده تعليقي أنا هو اللي قالوا الخامنئي بيقول كده المقاومة بمعنى أن يختار الإنسان طريقا يعوده الطريق الحق والطريق الصحيح يعني أنا مثلا أختار لنفسي طريق أن أنا هختار أن أنا أبقى أقاوم الناس الحوالية بأننا أسرق عربياتهم مثلا أدفعهم تمن التاكسز اللي أنا هاخد عربيات الناس أي حاجة بقى وبقى أنا شايفة أنه أختارنا الطريق ده هو الطريق الحق والطريق الصحيح وعلى فكرة ده لا يختلف كثيرا عن اللي بييجي بلد غربي من الدول الإسلامية اللي بتربي هذه الأشكال والأنواع من الإرهاب وييجي يقولك طب أنا هفجر مترو أنا هعمل ستابين هو شايف أن ده الطريق الصحيح يقولك المقاومة أن يختار الإنسان طريق يعده الطريق الحق والطريق الصحيح ويسير فيه ولا تستطيع الموانع والعقبات صده عن السير في هذا الضرب وإيقاف مسيرته وبعين بقى الكاتب يقولك وقد يكون هذا التعريف للمقاومة هو الأكثر وضوحا دون غمود أو لبس في المعاني صح هو صح مفيش أي لبس في المعاني الطريق اللي أنت تشوفه صح اللي هيوصلك للهدف اللي أنت عايز توصله هدف المسلم المدرب على الإرهاب والعقلية الإرهابية الإسلامية هدفه إيه هدفه إنه يا إم هو حيجاهد في سبيل الله يموت ويموت فيش مشكلة معندوش مشكلة مش مهم بقى هيحصل إيه اللي حواليه عيلته تتيتم عائلات الناس دي تتيتم فيه مش مشكلة هو ده الهدف الأكثر وضوح الحكاية دي بتتبالور التعريف ده بيتبالور في اللي قامت به واللي لسه بتقوم به الأحزاب دي والجيوش الغير نظامية اللي بتسمي نفسها مقاومة النهاردة مثلا إحنا بنقول إنه أديكم شايفين الحالة في لبنان الشعب بيقول حزب الله يسيب السلاح الشعب بيقول كده وطبعا فيش حكومة عشان الحكومة يبقى لها رأي بس فيه بيري وبيري حزب الله ومديها الطرشة لأنه ما بيش حاجة تهم هم عندهم هدف ومين يموت مين يعيش مش مشكلة ما عندهمش أي مشكلة مين يموت ومين يعيش فالنهاردة مثلا يعني أقرالكم نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله الناس عملا تقول كفاية في قرى بحالها اتدكت اتدكت لأنه تحتها يعني كمية من المخابق للفلوس والأسلحة ويعني كل المحفور في الأرض ده لازم حيدكوه وهزب الله كانت بتحط الكلام ده تحت عمير الناس تحت قرى الناس تحت يعني فطبعا قرى بحالها اتبهدلت خلاص مش فاضل فيها حاجة ومطلعين سلاح لما تشوفوا الفيديوهات اللي طلع منها السلاح يعني أكوام يقول لك وحد الموزيجي بيقول لك إسرائيل بتعبي وتاخد السلاح وتمشي هترجعه لكم بس عشان إيه علشان هترجعه هترجعه ضرب في حزب الله لكن الأمين العام بقى يقول كده محاربين حزب الله استشهاديين لذلك سينتصرون ولا يهتم بوقف إطلاق النار لأنه زل يعني ده جملتين من اللي قاله هو مهموش يوقف إطلاق النار لأن الناس مش مهمين أنا هقرلكو يعني مثلا أي ولا اتنين من من سورة النساء عشان تعرف إنه ده مش فكر حزب الله ولا حماس ولا القعدة ولا الكلام ده بس لا ده فكر إسلامي عام يعني اسمه إيه فهمي نظمي رسمي يعني هو كده أوكي يقول إيه في سورة النساء كده بيقول مثلا وإن منكم لمن يبطأنا فإن أصبتكم مصيبة قال قد أنعم الله وعليا إذ لم أكن معهم شهيدا بيقول يعني أنت ممكن حد يمتلكه في الحرب فتقولها طب الحمد لله مش أنا مش أنا اللي مدت يعني ولئن أصبتكم فضل من الله ليقول لنا كان كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يلعتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤته أجرا عظيما وبقيت الآيات بقى أقرألكم منها بعد شوية بقيت الآيات هي بتقول كده أنه أنت عايز تقعد اللي راحوا ماتوا وانت خايف تستشهد معهم لا ما نفعش انت لو كنت موتت كان أحسن لك العامل المشترك بين كل ما نقوله عن هذه الأفكار الإرهابية هو الفكر الإسلامي هو القرآن هو روح إله الشر الذي يسعى للموت لا الحياة خالص شوفوا يعني الأحزاب دي كلها يعني بيسموا نفسهم مقاومة لكنها لكنها كلهم اختياراتهم وتنظيماتهم مختارة على أساس الديني عقائدي بحت يعني اللي يحددوا الدين اللي يحددوا الفكر الإسلامي فالقيادات اللي بتقود هذه الأحزاب هي قيادات مؤدلجة تماماً بايعين نفسهم للقضية و بس يعني لازم يكون حريصة في الحتة دي هو مش بايع نفسه للقضية زي ما احنا نقول كده أنا يعني أدفع دم قلبي عشان أعمل للحكاية دي وحققها مثلاً لا هو مش بيدفع هو بياخد هو بيع نفسه للفايدة اللي جايله من القضية انت اللي بتدفع التمن وأنا اللي بيدفع التمن أهلنا اللي في غزة بيدفعوا التمن أهلنا اللي عايشين على الناحية التانية من إسرائيل من العرب العرب الإسرائيليين بيدفعوا التمن لكن القيادة دي لا هم مؤدلجين على الفكر الإسلامي صحيح ولكن هو عارف انه ليه فايدة وعارف انه هو كقادة هو شغلته انه يزبط الناس اللي هيروحوا يموتوا هما وهو يبقى برضه كسبان سواب فيهم يعني حسب الفكر الإسلامي فهو بيقولك يعني والحطة اللي بيقول فيها انه انه ما فيش حاجة في اللي ما يقولك انه فيه واحد هو اللي شايف الطريق اللي هيمشي فيه ويختار ويحدده وكده وده من معاني المقامة والشطة التانية اللي بيقوله انه يعني انه ما فيش حاجة تقدر تمنعك الموانع والعقبات ما تقدرش تصدك عن الطريق حتى لو كان التمن ده بقى كلامي مش كلام هو انه ما فيش موانع وعقبات تمنعك على انك تمشي في هذه المقاومة حتى لو كان التمن موت الأبرياء قتل الأطفال ودول اللي انت بتدعي انك بتدفع عنهم بس الولادك يدخلوا السرداب والباقي موتوا بر وبقى انت رجع بقى نعيط ونعمل فيديوهات ونحط اللي قال على حجرنا وتلاقي الوقت بيتحرك مماتش لكن يعني اللي قاعد يعمل لي فيديو ده في واحد يعني مغرق الدنيا فيديوهات يلبس حاجة مختلفة ويقعد على شوية كومتو راب مختلفين والعيل هو هو وصاحي وكل حاجة وبيلعب رجليه وانتهى البلاء اكي لكن دي حاجة والحاجة الحقيقية انه فيه الاف الاطفال ماتوا وانه فيه الاف الامهات فقدوا اطفالهم او اطفال فقدوا امهاتهم وابهاتهم وانه فيه عائلات مفضلش منها حاجة خالص وانتو في السرداب ورفضين اننا نقعد مع بعض نتكلم مع بعض ففيه اطفال بتموت بس مش عيالك مش اطفالك حد يقول لي انه ناس من الارهابيين دول لبس ابنه قنابل وقال له روح فجر نفسك كذبين مش هتضحي بنفسك لكن تضحي بالاخرين فمش ما يبقاش قدامك موانع حنستخدم كل حاجة اللي عند جاري مش بتاعتنا زي كده الناس اللي جعانا قاعدين جعانا وانتو قاعدين بتاكلوا عادي احنا كلنا بنعاني بس انا عندي اكله وانت لأ يعني مش كده زي ما شفنا في السنة اللي فاتت كلها شعب غزة هو اللي بيدفع التامن تامن قرارات حماس وهم قاعدين يحموا نفسه كذلك حسب الله ولبنان يعني اللبنانيين هما اللي بيدفعوا التامن النهاردة شفت فيديوهات طبعا النازحين بيروحوا على بعيد عن الاراضي اللي بتضربها اسرائيل واسرائيل بتدي تحذير عارفين انهم هتضربوا فبيجروا مش كده بس لو في ضمير ما تبقاش عارف ان انت مستهدف وتروح تقعد في عمرات سكنية عشان الناس اللي اسرائيل هتجيبك هتجيبك يعني وانت معاك سلاح ولا تكون بتعمل اجتماعات ولا اي حاجة هم قريدي سمعين وعارفين انتوا بتعملوا ايه وتعودوا في عمرات سكنية في المنطقة اللي ما فيهاش ضرب فتجيب المصايب للناس فدلوقتي اللبنانيين عملين يقولوا على 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 فيديوهات لو سمحتوا خلوا بالكم مين اللي بيدخل لعمايركم عربيات مين اللي بتركن تحت عمايركم لان اسرائيل هتضربهم هتضربهم لكن على فكرة زي ما شعب غزة بيطلع يقول احنا مش عايزين الحرب احنا مش مسؤولين عن 7 اكتوبر اللبنانيين كمان بيقولوا كده احنا مش عايزين نحارب مع اسرائيل سلموا سلاحكم سيبوا الارض اعملوا لنا حكومة مسكوا الجيش السلاح لا حياته لما انتم نادي عايزة اكلمكم عن يعني بعض الجامعات الارهابية دي واثرها في التاريخ المعاصر يعني مش هروح بعيد قوي هنشوف كده انه في عوامل مشتركة هامة جدا بين كل الجامعات دي وبعضها اولا القعدة خليني اقول لكم المبادئ اللي يعني اللي نشأت عليها القعدة اوكي ف سوري المبادئ دينية بحتة بحتة اوكي بيقول كده ان التنظيم ده بني التنظيم بهدف نشر الدين الاسلامي واقامة خلافة اسلامية في العالم قائمة على الشريعة الاسلامية يعني واضحة مش محتاجة ان احنا نقشها هم فعلا مسلمين من عهد محمد طالعين كده كأنهم لسه طالعين من غار حراء اوكي وبعدين بيقول كده ان التنظيم بيستند عقائديا في تصوراته الى جزء من الطيار السلفي السني ويستهدف من يسميهم الكفار والانظمة العربية الاسلامية التي لا تطبق الشريعة الاسلامية وتسير على النهج الغربي فالنهاردة من زمان هتلاقوا انه القاعدة كان بيستهدف الدول العربية يعني عادي يعمل تفجيرات فيها مصر المغرب تونس السعودية اليمن اوكي السعودية كان بيدرب بيدرب الناس جوة بيته يعني ده باللادن نفسه لانه الاسلام بيروح عامل كده انفصالية يفصلك عن الناس اللي انت منه تطلع كده منه ويبقى كأنك متعرفهمش اوكي ويقولك ايه يعتمد التنظيم مبدأ الحرب الشاملة باستعمال كل الطرق والوسائل والاجراءات لبلوغ اهداف وتطبيقها واعلن اسامة بن لادن في فبراير 98 عن انشاء الجبهة العالمية لمكافحة اليهود والصليبيين عمل جبهة جبهة لمكافحة اليهود والصليبيين اوكي هل القاعدة هل القاعدة كانت مقاومة اسلامية طبعا ايهو كلام احنا لمكافحة اليهود والصليبيين فيبقوا مقاومة هم بيقاوموا الكفار كله بقى غرب شار دول اسلامية غير مطبقة للشريعة الاسلامية طب يعني طب ما دي مشكلة مش كده وشفنا انها في عصرها كانت مشكلة ولسه حنشوف داعش برضو مشكلة هم كانوا بيقاوموا في افغانستان مثلا لكن الامر يعني يعني سرح على العالم كله دلوقتي بقى امريكا وقتها بقى طبعا طلع المقاومة الامريكا الغرب الدول الاسلامية غير مطبقة للشريعة وكل ده هل كانوا يعني الواحد كان يتصور انهم ممكن يحربوا يعني الغرب بس لكن الحقيقة يعني ما كنتش فاكرة قوي الاحداث اللي حصلت في التمانينات والتسعينات يعني الواحد برضو ما كانش بينتبه وهو برا القصة يعني على البلاد العربية اللي حصل فيها انفجارات والإعلام ما كانش ناشط قوي بالشكل ده يعني لازم تكون بتشوف يعني مواقع محددة علشان تعرف كل الأحداث لكن مثلا افتكر حاجات حصلت في مصر بس مكناش نبقى عارفين بقى اللي ضربوا دول من جوة من عندنا يعني اخوان مسلمين ولا جماعات اسلامية ولا تكفير وهجرة ولا ايه بعدين بعرفنا انه كل متصل بالقاعدة مثلا انا عايز اقرالكم بس اوريكم بعض العمليات اللي قام بيها تنظيم القاعدة وعايزاكم يعني تنتبهوا جدا علشان تفهموا تاريخ هؤلاء وازاي ان الاسلام واحد وانه الجماعات دي كلها واحد وان اللي يجمعهم واحد وهو هذا الاله اوكي انا هتكلم على العمليات على الاقل اللي كانت في البلاد العربية المسلمة اه في اه 69 هجموا شاحنة مفخخة على قاعدة اه الخبر في المملكة العربية السعودية اوكي 19 اتيلوا 400 جريح في بيته في بلده شعبه اوكي حتى ولو كانت هو يقولك ان دي كانت اه في قاعدة امريكية يعني ما تفهمش اوكي اه هجموا سفارة الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا 224 اتيل اوكي في 89 او 98 في سنة 2000 هجموا على غواصة او اتلوا مش عارفة 38 ولا ايه 17 و38 جريح 2002 هجموا معبد يهودي في تونس في ادي تونس الملحة اللي هجموه في اندونسيا 222 اتيل و300 جريح وانت مالك الناس قاعدة في نايت كلاب انت مالك واندونسيا اي حاجة اي حاجة اثبات يعني وجود احنا موجودين وارهاب اسمه ارهاب هو اسمه ارهاب ترهبون به عدو الله وعدوكم علشان الناس تبقى خايفة من المسلمين اه 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 ادي اه مالها تاني في اه في اندونسيا نقلة نفط اه 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 ادار البيضة في المغرب 30 اتيل معبدين يهوديين تانيين 300 جريح و 27 اتيل ده 2003 وهكذا هجمات بقى على قطرات في الضواحي الاسبانية 191 اتيل و 1500 جريح مالها اسبانيا ومالكو ليه ليه هي دي المشكلة ان هذه الجماعات ما بيطلعش منهم غير كده حد افتكر كده او ايه حد له اهل مثلا قتلوا في في الجرائم اللا انسانية دي اذا كان في المغرب ولا تونس ولا اسبانيا ولا مصر ايه كان فيه مش عارفة 80 واحد اتقاتلوا في منطقة سيحية في مصر برضو انا فاكرة انا فاكرة ده دي يعني اعمال واهداف لا انسانية لجماعة هدفها الاساسي انه انه هما يعلوا شأن الاسلام وتتحقق الخلافة واللي بيسمعني دلوقتي ومبسوط قوي انه كلمة يعلوا شأن الاسلام دي كلها تيجي بالدم هو ده يعني المشكلة الكبيرة لو انت اوكي يعني مع انه يعلنوا شأن الاسلام بالدم فانت تتبع اله الدم لكن هناك الله الخالق اللي بيحب خلقته اللي مش عايز يجبرهم على اتباعه ولكن عايز يعرفهم ذاته اسمه يسوع المسيح اللي يريد ان الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يرجعون مش يموتون ويتفتفتون بالقنابل لا تشفي صدر احد الا اله الاسلام الشيطان اللي عايز ان الكل يهلك كل ده بيحصل تحت عباية الاسلام تخرج الجماعات دي كلها وجماعات اخرى بقى يخرج منهم جماعات منشقة بقى قد كده او هتنشق بعد كده يعني اوكي يعني زي ما حصل مع داعش ابو مصعب الزرقاوي وهو نفس الفكر القاعدي وينضموا البعض والكلام ده كله وبعدين ابو مصعب الزرقاوي الزرقاوي ده يعمل جماعة اسمها جماعة التوحيد والجهاد وبعدين يموت هو يجي ابو عمر البغدادي وعمل اسم بقى تاني لحد ما وصلنا لداعش اوكي المفروض انهم كانوا عايزين يخرجوا الامريكان مثلا داعش وقفة بس بسيطة عند داعش كانوا عايزين يخرجوا الامريكان مش كده من العراق لكن اللي حصل انهم ما وخرجوش الامريكان لا هم خرجوا المسيحيين وقتلوا المسيحيين خرجوا الازيديين قتلوهم وسبوهم قتلوا الشيعة قتلوا كل من خالفهم ولا بكلمة واحدة لا نجي طفل ولا شاب ولا ست ولا شيخ ولا ستة كبيرة من عقاب مخلفة الشريعة زي ما كان كده ايام محمد جلد محمد وهما جلدوا قتل محمد الزاني وهما قتلوا قطع محمد الادين والرجلين وهما قطعوا غزى محمد وسرق ونهب وهجر وهما كمان عملوا كده كانوا بيقاوموا الامريكان واصبحوا بيطبقوا الشريعة وتحولت المقاومة الى ما يراه المقاومون زي ما يطلبوا المستمعون كده اي حاجة ما يراه المقاومين لنصرة الاسلام وهم طبعا عملين يغتسبوا الاف السبايا ويقتلوا الناس وكده من صغيرين يرهم لكبرهم هم قتلة مجرمين سفحين مغتصبين كشفهم الله علشان نشوف انت وانت الحقيقة فما تتباعش زي لعمة وما تصدقش الكلام اللي يتقال من غير ما انت تدرسه ولو مش شايف غلط في كل الاحداث المريرة دي يبقى فيه مشكلة ويبقى اسمها عمى ويبقى اسمه عمى روحي بصلي ان الله يخلصنا منه ويخلصكم منه حماس وحزب الله وايران دول يعني حتى ايران هي برضو منظمة ارهابية يعني اسلوبهم نفس الاسلوب فيش عاجة اختلفت عن القعدة وداعش نفس الاسلوب هل شفنا حماس وهم بيقتلوا الناس اللي هم شايفين ان هم مثلا كانوا بيدوا اخبار لاسرائيل وممكن يكون مظلوم ومعاولش من لم يساعدهم من وجهة نظرهم يعني انتو شايفين مثلا المدارس اللي بيعلموا فيها الاولاد الكراهية مش بس الكراهية هو بيعلموا ان انت ليك دور في القتل والدبح والمش عارف ايه وعدم الغفران يعني هو مش كفايا ان هو فقد اهله ومش كفايا ان هو حياته تبقى قصيرة مدام هو تحت ايديكو لكن انا علمه وانه كمان يعني زي ما شوفنا مثلا يقولك مصر ما بتفتحش المعبر ليه المصريين كذا واشتيمة ومش عارف ايه وهم المساعدات دخلانهم من مصر برضو ومن السعودية ومن هنا ومن هنا ويشتموا الكل اتعلموا الكراهية الكراهية لا تبني ولكن تقتل النفس روحي وعملي حزب الله زيه زي بقيت كل الاحزاب حزب ديني ومقولة ومقاومة هم حقيقة مقاولين يعني يعني على حسب ما هم بيقولوا خربوا لبنان دول مقاومة لا هل الشعب اللبناني عايزهم لا دول رحوا اخدين مقطع كده من البلد بقى بتاعهم وتخش هناك كأنك مش داخل لبنان يعني اما تبقى في المكان اللي في حزب الله كأنك مش داخل لبنان الناس كدو تروح وتيجي لبنان تقولك انا مش عارف ايه كل دول جوم منين دول الاربعين سنة اللي فاتوا حزب الله قد لجي الناس وقادي في الآخر لا الفلوس اللي كان بيديها لهم ولا اللي بيقولش هالها لهم ولا كل الوعود الكبيرة دي هياخدوا منها حاجة الفلوس راحت الجيش راحت الناس عملة تموت الاراضي راحت كل هل دول مقاومة في تعريف تاني للمقاومة بيقول كده انه لغة هي الممانعة وعدم الردوخ لتغييرات وقوة مفروضة من الخارج يعني دي ممكن يكون التعريف الاقرب انه المقاومة هي انك تقول لا انا مش عايز ده انا 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 برفض ده ومش حاردك للتغييرات دي لانها غير قانونية مثلا اكي زي ما حصل في الدول العربية اللي كانت مستعمرة من انجلترا ولا فرنسا ولا مش عارف ايه لا مش عايزين مش عايزين نبقى مستعمرين مش هتاخدوا قناة السويس وهكذا فتقوموا فتخلص الموضوع وتعودوا الى الحياة العادية لكن دول بقى هم بيقوموا ليه مش عشان البلد يعني لبنان ملاقاش حرب مع اسرائيل انتو بتضربوهم فاسرائيل تيجي تضرب اللبنانيين وانتو بتقوموا زي ما انتو بتقولوا كده لانكم مدعومين من خارج البلاد اللي انتو فيها لاغراض سياسية دينية ما طلبهاش اهل البلاد لبنانيين ما قالوش احنا عايزين كده ولا حيوافقوا عليها ومش حيوافقوا عليها ودلوقتي انت الواقع لما تيجي تبص لوجود هؤلاء الجماعات في البلاد دي او استخدامهم لي يعني فرض الدين في العالم كله تجد انك امام مستعمرين الاسلام فكر استعماري بحت زي ما شوفنا داعش السني كان بيقتل الشيعي وهو واقف كده عشان انت مختلف احنا مش عايزين شيعة في العراق والعراقين طول عمرهم عايشين شيعة وسنة و بكل انواع الشيعة و كل انواع السنة عادي مع بعض ومسيحيين وعايشين عادي لكن جات داعش بالفكر الاسلامي الحقيقي عملت كده وبردو المسلمين اللي في حزب الله عملوا كده فبقوا هم اللي مستعمرين الناس دي وقفوا نمو اللبنان واللبنانيين عايزاكم تسمعوا الفيديو اللي جاي داعش انتبقى عارف الفكر الاسلامي يعني الارهابي بيفكر الاستعماري بيفكر ازاي اسمع بس وطولي الفيديو شوية عشان هقول الترجمة العالم مقصوم لاتنين اسلام ودول الناس دول اللي عايزين يحطموا الاسلام والمجتمع الاسلام هيتقل كل بيت عجبكم اللي مش عجبتكم شكتو مع بيت دونالل ترامب احنا حنزورو وحتشوفو عندنا خطة جاهزة ان شاء الله احنا حنزورو بردو ونستنين بقى ونستنين بقى بقى نشوفو بقى ان احنا حنوصل لكل الناس دي اللي هما يعني هيشوفو انو الاتجاه اللي ماشي فيه المجتمع مش الاتجاه الصحيح وانو حيجوا الناس دول كلهم للإسلام حيجوا الناس دول كلهم للإسلام اوكي وهتروح لدونالد ترامب انا عايزة اقول بس يعني يعني ماما حلوة يعني ايه اللي انت بتقوله ده ايه الخيال الواسع ده وعجبني قوي انه اواخد بوز يعني وبتكلم يعني وكأنه مرتاح قوي واللي ابتسامة بتاع دونالد ترامب احنا جايين لن يأتي الإسلام إلا بالشر ازاي تشوف نفسك عايز تدخل بيوت ناس عندهم حياة عندهم حياة عندهم قانون عندهم أسلوب حياة ومحبين وعندهم دينهم او ما عندهمش دين وانت تسقول لا هتسلمه شئتم ام قبايتم ويدخل الإسلام كل بيت لن يدخل الإسلام اي بيت إلا بالشر لما بتعملوا المذابح والكلام دا كله ينو في البلاد دي بيدخل الإسلام وبتدخل سمعة الإسلام الحقيقية ففي اسم يسوع خطاتكم كلها مردودة للشيطان نفسه يخدها ويجري انا مش عارفة ازاي الخيال الواسع دا يعني غالبا انا مش عارفة انت عايش فين يعني ممكن تكون عايش في انجلترا لكن ما زلت شكلك كده لا تحضر ولا علم ولا دراسة ولا شيء تفيد بمجتمعك إلا انك ترهي بالمجتمع في اسلم شيء مرعب عايزة وريكوا إحصائيات مهمة اوكي اثار هذه الأنظمة الإرهابية اوكي على يعني الإسلامية في العالم كله اوكي من سنة 2001 لسنة 2024 في ويبسايت اسمه دين السلام بيحصر معظم يعني الأحداث الإرهابية والإسلامية في العالم من الوقت دا وحتلاقي فيه كل حادث حصل وإزاي حصل وكلام دا كله بس ادخل على دا religion of peace هتلاقي كل حاجة أنا حقول لكم الحصيلة يعني لأحداث الإرهابية اللي حصلت في السنين اللي فاتت من سنة من من 9-11 حصل 46 164 حادث إرهابي حادث كل دول يعني almost او خمسين الف whatever 46 حادث إرهابي في الكم سنة اللي فاتوا دول اوكي وبعدين عدد القتلة من يعني حصيلة القتلة من الناس دول القتلة كانوا 200 و حاجة 200 قول 280 ألف ديكم شايفين الأرقام هاو والجرحة 300 مثلا و40 ألف وده مش كله ده مش كله يعني مش كل الأحداث اللي حصلت فيه حاجات بتفلت منه اوكي دي حصيلة وجود هذا الفكر الإرهابي الإسلامي في المجتمعات الغربية عايزين الناس تيجي للإسلام ليه إيه اللي بيربط بين الناس دي كلها روح الإسلام روح الشر أما إحنا بقى فاللي يربطنا هو قلب الله قلب الله لينا اسمع كده الكلام اللي بيقوله الكتاب أنا عندي يعني كام آية عايزة أقراها من من رسالة فليبي إيه اللي يربطنا ببعض إلا فكرة الله فكرة الله المركز على المسيح ومحبته ووحدته المسيح قبل ما يسيب تلاميذه قال لهم إنه أنا عايزكم تبقوا متحدين عايزكم تبقوا مع بعض وأنا يعني الواصل الواصلة بينكم أوكي فبيقول كده مثلا فيه رسالة فليبي هقرى لكم بس فاراجراف واحد بيقول إن كان وعز وعز مافى في المسيح لو كنتوا هتعودوا وتتكلموا مع بعض وعايزين تتكلموا عن الله فلازم تركزوا على شخص المسيح فيه أو مش بس وعزة دينية إذا كنت هتصلح لحد حاجة بيعملها فلازم مثلك يكون المسيح إذا كنتوا هتكتموا وعايزين تتسلوا وتتحكوا وتهزروا فإن كانت تسلية ما للمحبة كل حاجة تعملوها تربط بينكم بالمحبة وإن كانت شركة ما في الروح وإن كانت أحشاء ورقفة فتمموا فرحي بوليس بيقول لهم كده حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيء واحد لا شيء بتحذب أو بعجب بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسكم لا تنظروا لكل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو للآخرين أيضا فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا لما تبص لهوك مش هتبص على اللي عنده لكن هتبص على اللي تقدر تساعده بيه لو كان فكرك فكر إلهي ولكن لو كان الفكر مزروع ومغموس في الشقاك زي الفكر الإسلامي هتكون عايز تاخد اللي عنده هتكون عايز تموته هتكون عايز تخلص عليه ربنا عايزك تتوب عن كل ده وتسأل ربنا يا رب منين أقدر أشبع بهذا الفكر أعرف منين قلبك للناس ولي وللي حوالي وتوب أمامك إزاي يا رب علشان أتعلم محبتك وخلاصك وأعرفك عن قرب من كل قلبي أشكركم وإلى اللقاء